ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل التفاصيل الصغيرة ولكن معنى كبير وطعم جديد الكلام ده محتاج لتفسير وتطبيق علمي يعني يا عم الشيف تعالوا شوفوا مع بعض المقادير كفتة اللحمة بالشوفان أو بالخضار بطريقة صحية بنسبة 80% لـ 90% كفتة لحمة معنا حتة لحمة كندوز مفرومة نسبة الدقون فيها لتتعدى لـ 20% على الشاشة معنا شوية شوفان هناخد منهم يعني تقريباً نص كباية جزر مبشور وكوسة مبشورة وزيت زيتون وشوية البهارات بتاعنا اللطاف والمقادير على الشاشة هتقدر تكتيبها وراية بس للأمانة في حاجة كده شوية بيكن باودر يعني معلقة بيكن باودر أنا نسيت أكتبها هي موجودة معاي على الكوينتر بتاعي اكتبيها من فاضلك معلقة صغيرة من البيكن باودر هتقول لي ليه بيكن باودر وانت بتعمل كيكة يا مغازي بص يا سيت الكل الكفتة لما يخشها شوفان الشوفان عنده شوية تناكة شوية في النوة يبين عضلاته لأن الزاكرة بنحطه مع اللبن ونحطه في التلاجة التاني يوم تلاقيه قد كده نفش الشوفان غانب بالكشريات وغانب الألياف الفعالة والغير فعالة فالشوفان عشان ينفش في الكفتة وما يكتمهاش ويديني المادة الشفافة بتاعته لازم حطولي شوية بيكن باودر هي دي المدرسة شوفت بقى حاجة صغيرة هي نص معلقة ما تسويش تلاتة تعريفة هتحدلك المزاج الكفتة اللي هتعملها دلوقتي تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي حلوة معايا الكسرولة بتاعتي تعالوا مع بعضي سويا نبني الهرم الغذائي اه من المكونات دي انت بتبني هرم غذائي ازاي كان الكوسة الكيمة الغذائية بتاعتها او اللحمة بروتين او الشوفان الياف والفعالة والغير فعالة ده كاترة التغذية بيسمون مكنسة المعدة لمكوناته والكشريات اللي موجودة فيه اول حاجة هعملها اللهم صلى على النبي كده هحط الكوسة هحط الجذر كمية كلها كده والكوسة برضو كمية كلها صراحة لأ تلتقي عشان يبقى فيه نسبة وتناسبة حلوة الكلام زي الفل اللي عم نشوف عندي بقدونس حلو عندنا شوية شوفان صغيري عندنا اللحمة المفرومة على المقادير ده كلها طريقة التسويق بقى تبقى مختلفة شوية فخبرة هواية حلوة الكلام عندنا معلات فلفلة حلوة كده انا بحبها دايما الهارسة الحمرة دي بتدي طعمه وفلفر حل حضيتها تمام زي الفل المادير معانا هيت نجي للبصلة والتومة بتاعتي انا ضد ان انا حطها في قلب الكفتة تبقى الخضر له طعم واللحمة لها طعم اتفاجئ كده بتعم البصل في قلب الكفتة بيبقى نيف نيف كده مش لطيف في الحشوة من جوة حلوة الكلام؟ او اعمل ايه؟ طاصة حلوة اهي بحط في الطاصة دي شوية زعتر حلوين الله على المدرسة المغازية لما تبدع ومعانا البصلية النعمة اشوحها كده مع فصة توم محترم بدأت اشم رحة اللي هي الزعتر واشوح دول على النار كده واقلبهم كويس معي الكسرولة دي كده اه فراخ محشية اه حاضر عينية لاتنين جوز فراخ لا يتعدى وزن الفرخة خمسمائة جرام وصح عليهم عند الفرارجي بنغسلهم بلمون وخل وندلحهم اخر دلع حلوة الكلام؟ قدم على دي ونعمل الحشوة رز مصري مع شوية كبد وقوانس اه ممكن نعملها بالفريك نعملها بالرز حسب الرغبة وبعد دي بتدخل الحشوة جوة الفرخة ودايما الرز المصري او الفريك بندله مساحة يتحرك جوة الفرخة علشان لما يستوي ما نحشيهاش جامد بيكون عندنا حل على النار ده البكن بودر اللي انا حطه على دي الحلة دي بتغلي فيها بوكي جرني نقفل الفراخ بتاعتنا وندخل الفراخ في قلب الحلة نخليها تستوي بعد ما بتستوي بنطلع الفراخ من الحلة اللي بتغلي ونحطها في صنية ونتينها شوية سمنة وندخلها الفرن وعش الخطر المبتدين في المطبخ احنا ان شاء الله نعمل الفراخ المحشيه انا حطيت البكن بودر على الدي واحدة واحدة عشان الموضوع هنا فيه ابتكار طهوي حطيتي عم الشيف البكن بودر على الدي بعمل ايه؟ عندي بياض بيض حلو الكلام؟ ده مهم جداً الكلام ده بياض بيض باخد بياض البيض واستغنى عن الصفار بما ان انا بعمل اكل صحية بنسبة تمانين لتسعين في المائة حلو الكلام؟ اه مشياكة كده الله ما صلى عنك كده البياض خلاص والصفار مش عايزوا نفس الكسة حطيتنا الدي والبيكن بودر وبعدين خط بياض البيض قلبته مع شوية حليب ونقلبهم كده حالو الكلام؟ عملت ايه بشيف تاني التركاة دي بقى مع علاقتين من الدي حطيت عليهم بياض بيض وشوية حليب واخلنهم على جمع اخبار البصل ايه؟ ها هو ده اللي انا عايزه بصلايا حلوة اخدت لون اخدت طعم نبدأ نستفيد بالبهارات بتاعتنا على البصلية دي بالشوية البهارات البابريكا الطعم في الطاصة اه وجبنا الخلاصة اه اخدت الزيت هنا قليلة جدا وده باين في البصلة والتومة اه مش عايمين في الزيت اه اخدت الطعم اه السر في الطاصة دي اه بهارات دي مع البصلية والتومة ننزل بهم هنا عم نشيفها ايه الحلوة؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللي ابداع الطهوة ده؟ هرم غزايا كل ده مع بعضه بغاية دلوقتي احنا زي الفل ما نشير مع بعض هناخد الخليط اللي انا قلبته مع الحليب وقلبته مع البيكن بودر وبياض البيض ركزي معي عشان الموضوع ده مهم بياض بيض اتنين لنص كيلو لحمة مع تشكلة الخضر اللي حطتها عشان تخلي بالها وتكتب المقادير مع معلقة بيكن بودر مع شوية حليب هاخد الخليط ده عم نشيف يلا 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 ايو ده اه 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 ونعجد العجينة دي كلها مع بعضه الله ابتكار ده ايو ده ده اسمها مرحلة الابداع هنقلب كل ده مع بعضه نقلب كل ده مع بعضه اه الله ما صلى عنك حلوة اه شفت بقى الكفتة مكونات الكفتة دي بقى لما نجي نتكلم عليها احنا بديبني الهرم الغذائي جذر يعني فيتامين سي كوسة يعني الياف مفيدة جدا للجهاز الهضمي تعالج مشاكل الامساك ومشاكل الكرحة زيها زي الخيار في القيمة الغذائية لمشاكل الكولون واللي عنده مشاكل مع الكولون الشوفان مش محتاجين نتكلم عنه ده بوابة دكتور التغذية على طول بتلاقيه موجودة عنده كل شوفان اشرب شوفان تعشى شوفان اتغدى شوفان والشوفان طبعا متعدد الأغراض تحطه مع زبادن حطه مع حليب يخش على طبق السلطة يتحمص ما يتحمصي زي ما انت حاب والشوفان معانا هوت حالو الكلام واللحمة طبعا الهابر دي نسبة الدون فيها قليلة كده العجنة معايا زي الفل فيها التوابلها فيها البصل فيها كل حاجة حالوة هتسويها ازاي دي المغازية هتحطها على سيخ بتبقى انت كده ايه بتقفور هتحطها في صانية يبقى ما عملناش حاجة اكيد طريقة التسوية مختلفة تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي طريقة التسوية مبتكرة معانا هوالب الكوب كيك اللي انت جايبها من مصروف البيت اللي بتعملي فيها الموفن وبتعملي فيها كيك للاولاد موجودة معانا يا الصانية اللطيفة دي دي موجودة في اي بيت وعند اي حد بتاع ادوات منزلية حلو الكلام؟ بس اللي مش موجودة عند بتاع الادوات المنزلية ولا في البيت ولا في محلات الابتكار الطهوي او الفكر الطهوي او الابداع اللي احنا فيه دلوقتي معانا التوست الجميل الحلو ده كده بناخد بالقطعة شفت بقى الشعاوة او على عينك يا تاجر او قطعت الفطير اللي عندك كمان واحدة اللهم صلى على النبي نعمل بقى شوية حلوين كده جيرانك الحلوين الناس الطيبين لما بيعملوا طشة الملوخية بنشمها والجيران بنشمها بتلاقي طبق ملوخية داخل انت بتتفرجي على الشي في المغازة النهاردة على القناة الاولى عمل حاجة لطيفة زي دي كده ايه المشكلة لما خبت على الجيران صباح الخرية ستك كل صباح الفل ام بتسلم عليكي والطبق الحلو ده كده حلو الكلام او زي ما انا شغلت كده تمام كل واحدة من دول كده في قلب القلب بتاعي بالشكل ده كده اهو حلو اهو فكرة رطيفة كم شريح التوست مع بعض لا يتعدوا الستة طلعنا من كل واحدة اتنين او تلاتة البواية دي ما تترميش المدرسة الاقتصادية بتقول ايه ان كنت ممكن من جنيه واحد توفري جنيهات كتيرة خلال اليوم حلو الكلام ده بتشليه في الدف الريزر بتخزينيه يا اما تحطيه في شوية حليب تاني يوم تدخليه في اكلة تانية او في حلو زي ما انت عايزة تقدر تعمليه في عجلة الكريب في عجلة البانكيك تعيدها هيكلته بس تشيل الاطراف الحامرة دي لو انت هتعمليه في حلويات هتعمليه بانيه خليه زي ما هو ما تشليش الاطراف الحامرة ده ما يترميش انا ضد التبزير حلو الكلام هنخليه ورا هنا كده عرفت لي انا حطيتي البيكن باودر مع دي عشان انا حطها هنا فين في اوالب الكوب كيك حط المعلاقة في الماء كده واخد الخلطة دي كده واحطها كده معانا دي يا الشباب كده ايه تاني ايه تاني ايه الله يا شيف مغازي ده ولادي اجيب لهم صرت الشوفان يقولك يا ماما وانا بعمل ضيت الشوفان ده ليك انت يا ماما انت عايزة تنزل الوزن الشوفان ده البابا عايزة ينزل الوزن انت بقى اعمله لهم كده في قلب الكفتة ما تقوليش اللي فيها شوفان ولا تقولي فيها حاجة اكلوا واستطعموا الفانة وشوفان قولوا لهم بقى الطريقة والوصفة وايم كوناتها ايه درجة حرط الفرن عندي 180 ايه الله مصلى عن الله ايه طبعا انا حاطت طبعا انا حاطت الحليب يا الله حاطت الحليب مع الشوفان مع الدييق كل ده مع بعضه عشان تقدر ان احنا انا كلها تبقى هشة ولطيفة زي الموفين بالظبط دي مدرسة الموفين ايه بالشكل ده كده ايه كل دول مع بعض طبعا ايه حلو سؤال حلو جد بيقولولي نقدر نحط الورق بتاع الكوب كيك ما ينفعش نفس الطريقة انا اشغال بها دي كده ايه ايه الله ونوزحهم بالتساوي كده الباقع عندك ده خلي في التلاجة تعمليه تاني يوم بطريقة مختلفة تقدر تعمليه سندوتشات زي سندوتشات الفهيتة اه درجة حرط الفرن عند مية وتمانين زي ما هي كده عمشيت بالتساوي ده كده بدخلها الفرن لو دورت في كراس ولا في كشكول ولا في كتاب مش هتلاقي الواصفة دي عشان كده لما نقول حقوق الطبعي لدينا وبس على ششة القناة الاولى ده مش من فراغ ده اللي بتكر الطهوة هنا التكلفة المالية هنا قليلة جدا هي اللحمة ربع كيلو تقريبا الخضار شفناه على عينك هتاجر ولكن الفكر الطهوة ده اللي مش موجود ببساطة خالص قدرنا نعمل الكفتة بشكل جديد وبطعم جديد هندخلها الفرن بالشكل ده كده ونخليها في ارضية الفرن لان انا حط التوست هنا محتاج ان انا حمصه مع الكفتة بتاعتي اللطيفة نبص عليها ايه الحلاوة ايه الجمال ده ايه الصورة الحلوة دي والصورة الحلوة من داخل الفرن تعني مليون كلمة نبص على الكفتة بتاعتنا ايه الاخبار بص على الحلاوة والشعاوة ايه ده ايه الحلوة دي ايه الجمال ده جيبولي الكفت الله عليك عم سالي اه اه زي الفل استواتي عم الشيف طابعا الاستوات هل تطلحها برا مع بعض نحطها هنا كده الله مصلى عن نبي ورجينا لحضراتكم بعض الفاصل مع التفاصيل الصغيرة وهي شكلها صغيرة مع التفاصيل الصغيرة وكمان المعنى كبير والطعم جديد شفت الكفتة شريحة التوست بص عليها كده بخرجنا الجميل الله يوفقك يا رب وتزور النبي شفت الحمار والجمال بتاع الفطيرة من تحت فطير بطريقة غير مباشرة ايه الحلوة دي شفت اللحمة المفرومة مع الهرم الغزاي وهي شكل الهرب اه اه زي كلهم مع بعضيهم زي الحلوة يفضل طبعا لما تطلعهم من القالب بتاع الكب كيك او المفض تستنى عليهم لما يبردوا شوية وتحيغرفيهم بتجردش باي حاجة تحبها عود نعناع عود رزماري زي الفل كده اه طبعا ده خلاص كده زي الفل تماما اشتركوا في القناة وش متف اشتركوا في القناة في القناة أنت